نحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويذفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاذ فوضا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله أيها الناس إن من الأقوبات التي يسلتها الله على بعد خلقه ويرسلها عليهم غلاء الأسعار وارتفاء قيم الأشياء وزيادتها عن المعتاد ولعجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين بغلاء الأسعار وقحت الأمطار كما جاء في حديث أبي قريرة في سحيح البخاري رحمه الله أن من دعائر نبي صلى الله عليه وسلم في القنود اللهم أنجل المستقفين من المؤمنين عباد الله ما يعانيه الناس في هذه الأيام من ارتفاء الأسعار واشتعالها وغلاء الأثمان وارتفائها حتى كان بعض الفقراء لا يستفيقون الحصول على الأشياء الضرورية إلا بمشقة فما أسباب ارتفاء الأسعار وما الموقع السحيح أمام هذه المشكلة إنه قد يكون وراء ذلك أسباب الاقتصادية أو أسباب أخلاكية أو غيرها من الأسباب إلا أن السبب الأعظم الذي تنتج أنه الشدائد والمسائب ومنها الظلاء والفتن والبلاء هو معسية الله أزوجل والبعد أنطاءته كما قال الله تبارك وتعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْبُواً كَثِيرٌ وقال سبحانه أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِسْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْهُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ وقال عز وجل عيداً فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وبعد أن عربنا هذه النصوص الكريمة فَكَيْفَ يَسْتَقْرِبُ الْغَلَاءُ وَأَسْنَابُ الْأَضِعِمَةِ تَجْمَعُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ فَوْقَ الْحَاجَةِ ثُمَّ يَقُودُ مَسِيرُهَا إِلَى النَّفَيَاتِ وَالْمَظَابِلِ أَمْ كَيْفَ يَسْتَقْرِبُ الْغَلَاءُ وَكَدِ كَسُرَ الْرِبَا وَالْمُعَامَلَةُ الْمَالِيَّةُ الْمُحَرَّبَةِ أو كيف يستغرِبُ الغَلَاءُ وَمَذِذَيَّعَةِ الصَّلَاةُ وَتُرِكَتَ الزَّكَاتُ وَشُرِبَةِ الْخُمُورُ وَمُدِئَةِ الْأَرْحَامُ وَكَسُرَةُ الدِّنَا وَانْتَشَرَةِ الْمَوْسُونِ وَالْمَعَالِبِ وَكَسُرَ الْجَعَلُ وَتُرِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَأَيُعَنِ الْمُنْكَرَ إِنَّهُ مَا نَظَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِظَنْبٍ وَإِنَّ لَنَا فِي سِيَرِ الْغَابِرِينَ عِبَرَةً وَذِكْرَةً فَهَا أُلَئِ أَلُقْرَعُونَ إِبْتَلَاءُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَالْمَجَامَعَاتِ وَنَقْسِ الثَّمَرَاتِ لَأَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ لَكِنَّهُمْ عَسَوْوا وَاسْتَمَرُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَخُونَ فَأَرْسَلَ اللَّهُ أَلَيْهِمُ الطُوفَانَ الَّذِي يَغْرِقُ أَشْجَارَهُمْ والجراد الذي يأكل ثمارهم والقمل التي يؤذيهم والدفادئ التي تملأ أوعيتهم ويجدونها على فراشهم وملابسهم والدمى فإذا أراد أحدهم أن يشرب ماءاً انقلب دمى فلا يشربون إلا دمى ولا يتبقون إلا في دمى ولم يذجرهم ذلك عن أماسية الله بل استكبروا في الأرض وكانوا قوماً مجرمين فانتقم الله منهم وأغرقهم في اليم بأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين وهؤلاء قوم سبع في اليمن أنعم الله عليهم بالأرزاك الكثيرة وساق عليه بالنعم الوفيرة وجعل لهم جنتين عظيمتين يأكلون من ثمارها المتنوعة من غير كد ولا تعب يقول قتادة رحمه الله كانت المرأة تمشي تهت الأشجار وألا رأسها فيتساقط الثمر لكنهم أعرضوا وكفروا بأنعم الله فانتقم الله منهم وأرسل عليهم سيل عرم شديداً فبدل الثمار النذيجة والمناظر الحسنة بشجر كثير الشوك كليل الثمر ومزقهم الله كل ممزق وجعلهم الله أحاديث للناس إن في ذلك لآيات لكل صبار شقول هذه سنة الله عباد الله في الأمم السابقة ليس بينه وبين أحد من عباده نسب إلا بضاعته فالكريم إن له من أضاءه والتقاه والذليل إن له من أعرض أنه وعصاه فاتقوا الله أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله لأن لكم تفلحون واعذروا من أسباب سخطه وإقابه يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا رحمكم الله أن أول ما يدفع به البلاء ويرفع به البلاء هو توبة إلى الله أزوجل فإنه ما رفع بلاء إلا بالتوبة وإن التوبة هي سبب نذول البركات كما أن المعازي هي سبب القهد والغلاء كما قال الله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتهنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يخسبون فليراجئ كل منا نفسه فليراجئ كل منا نفسه وليعاسبها على تكسيرها ولينزع أما هو فيه من الغفلة وليعلم أنه مقبل على رب كريم ودود رحيم وسئت رحمته كل شيء وعمت كل حي يقول لعباده متحببا إليهم قل يا عبادي الذين أصرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم إنه يا عباد الله يجب التعاون والتكافل في زل غلاء الأسعار ورحمة اليتامة والأرابلة والفقراء والضعفاء فالغني في جين الإسلام يحمل الفقير والقوي يحمل الضعيف ويخفم آناته وآلامه والصدقة يعظم ثوابها في أوقات الحاجات كما يعظم ثوابها في الأذمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة كما أنه يجب الاقتصاد في النفقة وعدم الإسراف والتكسير وعدم البخل والتكسير كما قال الله أزوجل والذين إذا أنفقوا لم يسرهوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوامة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغلق والردى والقصد في الفقر والغنى وليهذر التجار وليهذر التجار من النب من النجش وهو زيادة في السلعة والطمئ والأنانية وليرحم الفقراء والمعوذين وليجعلوا غلاء الأسعال فرصة للإحسام إلى الناس وسيجدون بركة ذلك إن شاء الله في أموالهم وفي أهوالهم وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن معقل بني سار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعال المسلمين ليغليفوا عليهم كان حقا على الله أن يقعده بأزم من النار يوم القيامة يعني يقعده في مكان عزيب منها وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن إضلاء الأسعار ورفعها لأن من مقاصد الشريعة المطهرة في البيئ والشراء أن تسير الأسعار في طريق تحصل به مسلحة التجار ومسلحة بكية الناس من غير إضغار بأهد على حساب آخر وهذا من عدل الشريعة ومرآتها لجلب المساله ودرء المفاسد كما أنه ينبجي مخاطبة المسئولين في هذه البلاد وتذكيرهم بحقوق الرأية ومناصحتهم كما قال في حديث انتميم الدار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الديل النسيحة كنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأعبة المسلمين وعامتهم وولاة الأمر في هذه البلاد حرسون على تحقيق المسال الناس ورفع الدراء عنهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني كلمته ويعز دينه وأولياءه إنه سميع مجيب اللهم لك الحمد كما ينبجيه جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب فبناعاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا الإنابة والإخبات إليك وارزقنا علاوة التدرع والاستكانة بين يديك أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وحقق رجاءنا ولا تردنا خائبين اللهم ائز الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين وعوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منهم والأموال اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل الأمن على ولايتنا اللهم أنزل الأمن على ولاية قنبي برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر ولاياتنا جيريا يا رب العالمين يا أي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعفتنا وإلا تهي لنا اللهم أنت القوي ونعن الضعفاء وارحمنا يا أرحم الراحمين وارحمنا يا أرحم الراحمين وارفعنا الغلاء وارفعنا غلاء الأسعار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجسنا اللهم أجسنا اللهم أجسنا ولا تجأنا من القالقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجنا أذاب النار وسل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا 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 شكرا